حقيقة نتحدث في محور حلقتنا الهام من برنامجنا العربي بيت للكل وحقيقة الشراكة العربية في قضايا متشابهة في بلداننا العربية ودائما نقول بأن هناك شعب فتي يقدم ويعطي من أجل الآخر وخاصة في مجال الأعمال التطوعية لدينا نماذج حقيقية في العراق قدمت وساعدت بما أنه مرينا بظروف استثنائية في أصعدة مختلفة في ظروف ثانوية تواجدت في العراق فأصر الشاب بالعراق على تقديم ومديد العون إلى الآخر ضيفنا اليوم هو أحد الشباب اللي قدم حقيقة نماذج مهمة من مجموعة شبابية قدمت لمن يحتاج المساعدة وخاصة في مدينة أو محافظة الزيقار في الناصرية العزيزة هذه المدينة الزاخرة بالإرث الثقافي والإبداعي وعلى مجمل الأصعدة تشاهد المشهد يتصدر إلى الناصرية خلينا نرحب بحيدر الأنصاري في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير سيد حيدر ومن ورنا مساء الخيرات صدى حمد شكرا جزيلا على استضافة لطيفة حياك الله نتحدث عن حملة صدى التغيير هذه الحملة الإنسانية بالبداية خلينا نتعرف ليش صدى التغيير هذا الاسم شكرا جزيلا صدى التغيير المعنى العام المفهوم صدى التغيير هو ذلك الشخص البعيد الجارس في تلك الزاوية البعيدة الذي لم يسمع بصوت التغيير فأنه من المؤكد قد سمع صداه فنحن صدى التغيير هذا الاسم هذا الاسم من خلال صدى التغيير حقيقة نشاهد أعمال وجهود كبيرة من خلال ما يظهر على الشاشة أيضا هناك أعمال لبناء منازل صدى التغيير لمن الساعدون ولمن تمدون يد العون ولمن تقدمون المساعدة صدى التغيير كفيلة بإيصال أو مد يد العون لكل شخص محتاج بوطننا الحبيب أو جميع بلداننا العربية نعتز بتقديم الخدمات إليهم الإنسانية ونحن قدمنا نطيهم نقدم خدمات وعطاء نكون مقصرين بحقهم لأنه أبناء جلدتنا أبناء وطننا يستاهلون أن نقدم لهم نطيهم على مود نقدر نكون قد مكنناهم شيء قليل على مود يقدرون شقون طريق حياتهم ممكن يكمل مدارس يعيشون حياة كريمة وزاخرة أنت بديتوا هذا المشروع من مجموعة شبابية عام 2014 شهر الخامس شاهدنا من خلال تقديم المساعدة بأن تبحثون عن العوائل المستحقة فعلا أن تقدم لها المساعدة من الأيتام بنية دور سكنية بحذة الإنجاز لبناء مساكن ودور سكنية وسقف يأوي من يحتاج إلى السقف في ظروف استثنائية يمر بهالبلد شيء كبير حقيقة ومفرح الحمد لله كم سقف سويته لإيواء المحتاجين الغاية الآن نحن بعد تقريبا مرور 9 سنوات يعني سقفنا 173 بيت 173 أما كبيوت من جزيان عندنا مجمع سكني بيت تقريبا 15 وحدة سكنية مساحة الوحدة السكنية هي 100 متر تحوي على غرفتين على صالة على الصحيات على باحة خارجية بالأضافة للبيوت الأخرى يعني العشوائيات المنتقلة يعني بالمدينة بس كمجمع خاص بوحدة سكنية هي 15 بيت عدنا على حديث 15 بيت نسأل اليوم هذه يحتاج لها أموال حقيقة عدكم جهات تدعمكم جهات رسمية مؤسسات رسمية لو يكون التعاون بينكم كفريق يعني وتقدمون واحد للثاني المساعدة من خلال جمع أموال ببياناتكم وتبنون هذه المنازل فكرة العامة التطوعية يعني ما يوصل لازم تكون يعني محكمة أو محتكرة على فد مورد واحد معين لازم أنت تكون اليوم إيديك مفتوحة للجميع أما كفريقنا هو فريق مستقل بحد ذاته متابع جهة سياسية أو حزبية أو حتى دينية نحن اليوم يعني اعتمادنا الكل على أعضاء الفريق اللي هم تقرباً يصل أعدادهم من خمسين إلى مئة شخص يعني تعرف أكوناس تنظام أكوناس تطلع حسب ظروف معينة كل شهر نحن لازم مطالب هذا العضو المعين أنه يدفع اشتراك شهري قيمة هذا الاشتراك مبلغ معين هو عشرة آلاف دينار وبهذه العشرة ممكن نصرف ممكن يوم نروح نزور في بيت معين محتاج أنه نسقف له أو يحتاج أنه نبنيه من جديد بهذا الاشتراك نجمع شهرية نقدر نشتغل من عدين نشوف في هذا الشهر مثلا رح نشتغل هذا البيت الشهر الجاية رح نشتغل بيتين ثلاثة وهكذا اليوم الفرق التطوع لازم يخلي آلية عمل ويخلي في السياسة عمل أنه يقدر يشتغل من خلالها ما يصير يعني يعتمد على وردات أخرى لازم هو يكون فد يعني فد شيء جديد يضيف العمله هذا التطوع يحتاج كوادر نحن نشاهد خاصة بناء المساكن تحتاج له كوادر كوادر هندسية للبناء والتخطيط وأيضا يد عاملة وأيضا حتى المثقفات تحتاج مثل ما نقول حداد يعرف هذه المهنة والقياسات واللحام وكل هذه الأمور أنت تخصصاتكم بعيدة عن هذه المجالات يعني أنت تخصصك هندسة زراعة اللي عرفته من خلال قبل ما ندخل لجو البرنامج قلت بأن إحنا قمنا نعمل بيدنا اللي قام يبني واللي قام يكون مكان الحداد فأيضا شيء مفرح بأن تعلمته وأيضا مهن حتى تستطيعون أكمال هذه المنازل المحتاجين بالضبط إحنا اليوم يعني كأعضاء هما يعني اختصاصاتهم يعني متنوعة بهم اللي بالطبية بالهندسة بالزراعة بهم اللي يكاسب يعني 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 يطلع يشتغل شغلة عادية فإحنا اجتمعنا بحب عمل تطوع قدرنا نوظف وقت معين من حياتنا اللي بكان ما نقضي بالقهوة أو نقضي مثل ما عدنا شغل عمل هذا الوقت قدرنا نكرسي أنه نفيد الناس اللي محتاجتنا اليوم تعلمنا شون مثل ما نقول نبني تعلمنا شون نكون حدادين تعلمنا نشتغل كهربائيات حتى بالسباكة تعلمنا إحنا قادرين أنه نتعلم أي شيء في مجال أنه نقدم الناس أنه نقدم في هذه الخدمات يحس المقابل بها تكون ملموسة فالحمد لله يعني إحنا فخورين بنفسنا وتعلمنا هاي المهن بنفسنا وقت فخوري بنفسنا أنه جاي نقدم هذا العطاء لهاي الناس على ما تقدر تعيد نفسها حقيقة يعني إحنا أيضا فخورين بكم كشباب وهذا المجموعة الشابة الجميلة بأن تقدم المساعدة المحتاج نسأل أنت ذكرت أيضا نقدم مساكن البعض يقول لك شون يختار العائلة وكيف يعرف بأن هذه العالة هي تكون المفروض بأولويات قبل غيرها شون نسلمهم المنازل اليوم المسؤولية يعني جدا كبيرة يعني بالنسبة أنه اليوم ليش نختار عائل أسين على حساب عائل أصاد فاليوم أنت مطالب أنه لازم تكون فد شفاف يعني يكون مصداقية وشفافية بيها تعرف هاي تبرعات أنت مسؤول أمام الله قبل ما تكون مسؤول أمام الناس اليوم نحن لازم نروح ندور الناس اللي مستحقة فعلا أي أن كان مؤلاء داخل المدينة وممكن حتى خارج المدينة يعني يفضل أن تكون عائلة أيتام ما عدهم راتب ما عدهم معين ما عدهم فد مترب هذا الوطن يعني نقدر نقدم لهم الخدمات يفضل أن يكون يعني من دول احتياجات الخاصة إلى آخر يعني هاي متطلبات ترقى عائلة ممكن بيها بس بنات ترقى عائلة بيها بس أب كبير وأم كبير وما عدهم شخص يعي لهم فذولا مستحقين فهي شيء يجي تبع تقدمون من خلال ما تطلعون وتكشفون على العوائل ومن المحتاج أكثر ونسأل عليهم من اللي يعني شنو طموحكم بالمستقبل من خلال ما تشوف اليوم أنتوا جاي تقدمون مساكن للمحتاجين وعمل شبابي حقيقة مفرح للغاية لأن أهم شيء للإنسان هو يجد سكن في أي بلد من البلدان على صعيد العراق ومصر والأردن وفلسطين الإنسان من يلقي مسكن يقوي من حر الصيف وبرد الشتاء وأيضا يحافظ على عائلته بداخله هذا حلم أي إنسان حتى الشاب من يطمح يقول لك أنا أحاول أكون أسري يكون عندي منزل وبيت أنتوا جاي تحقق هذا لكن طموحكم بالمستقبل شينو؟ طموحنا أنه يعني يفضل أو يقول هي دعوة يعني من داخل قلبنا أنه ما يكون أحد محتاج سكن الكل أنه قاعد ببيت وهذا البيت يكون يعني محترم ويليق بهذه العائل اللي يساكن بيه طموحنا الكبير أنه نبني مجمع أكبر من المجمع اللي بنينا نحن اليوم ضد العشوائيات اللي جاي نشاهدها بمحافظاتنا وببلداننا نأمل أنه تكون فدعنا فد مساحة شبيرة من الأرض وهذه المساحة نقدر نبني عليها أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية وتكون هاي فد قرية تلم هاي الناس الناس البسطاء تصير بيها فد محبة صير بيها فد ألفة ومن خلالها ممكن نسوي يعني فد تكوينه بمجتمعنا يعني جديدة أو نضيف أنه لمسة فنية حلوة من خلال يمكن اللي تابعنا اليوم من خلال برنامج نبيت للكل يسأل بأن يقول حيدر من موجود الشو ممكن أتواصل إياه الشو ممكن أقدم المساعدة وتواصلوا إياكم من أشوف عائلة محتاجة أو أنتم تقومون بأعمال لبناء دور سكنية على أي طريق يتواصلوا إياكم نحن كرسنا مواقع التواصل بشكل إيجابي أنه اليوم استخدمنا مواقع التواصل باستخدام أمثل أنه خلالنا صفحات صفحتنا نحن على الفيسبوك أو على إنستا أو حتى على اليوتيوب باسم حملة صد التغيير الشبابية الطوعية بالإضافة إلى صفحاتنا الخاصة باسمي أو أسماء أعضاء الفريق اليوم المناشدات تجيب كثرة يعني اليوم الكل قاعد ويكنك ويراقب ويشوف ويطلع فممكن يجذب فد منشور معين يجذب فد عائلة معينة فيجزلنا اللي يحتاج أو يستفسر عننا وإحنا حاضرين إجابة أي سؤال عددكم وشقد؟ بديتوا في 2014 كان عددكم وشقد وصلتم؟ بدينا 2014 و15 شخص يعني كنا نحن طلاب كليات حسنا الحمد لله تقريبا إحنا أعدادنا يعني تفوق المئة شخص من أعضاء وبين المشتركين اليوم العضو يعني بالفريق يطلع لازم يشترك يعني يقدم خدمات يعني في الجهد ميداني المشترك يطيبس يعني الاشتراك الشهري من خلال نقدر نشتغل فأحنا اليوم مشتركين ومتطوعين نفوق المئة شخص يعني مئة شخص ما شاء الله إن شاء الله يزيد هذا العدد الله يخلد وأحنا كلنا ثقة بالشاب العراقي يعني هذا البلد الولاد حقيقة بالإنسان اللي تشعر بالانتماء البلد وتشعر بالفقير والمحتاج يعني أقول الله يوفقكم حقيقة بتقديم المساعدة خاصة بإيجاد منازل للمحتاجين شو تحب تقول كلمة في نهاية هذا اللقاء من خلال برنامج عربي حقيقة يبث على أربع قنوات شكرا جزيلا حضراتكم شكرا لكل شخص يعني حسب المسؤولية اتجاه وطنها وبلدها اتجاه أبناء مدينتها وابناء وطنها بشكل عام ويعني لحمتنا العربية كلها اليوم إحنا مثل ما نقول إيش ما نقدم إيش ما نطيحنا نصبح مقصرين أمام هاي الناس واجبنا هذا اتجاه أبناء مدينتنا بالأول أبناء وطننا بالآخر واجبنا إنساني هو ممكن نقدم هذا العطاء ويا دوب إن شاء الله كون قد وصلنا رسالة مهمة للشخص العراقي والعربي بشكل عام إن شاء الله شكرا إليك نورتنا في برنامجنا بيت للكل وانقل تحياتنا وسلامنا من برنامجنا بيت للكل لكل أعضاء هذا الفريق اللي هو صدى التغيير حقيقة اللي نحتاج دائما للتغيير في كل سياسة حياتنا الاعتيادية كل التوفيق لكم شكرا إليك وأيضا أنتم زملائي من برنامجنا العربي بيت للكل شاهدنا المشهد ما نحتاج نذكر بأن يوم عالمي للتطوع نحتاج كل يوم للتطوع والبحث عن من يحتاج المساعدة ومديد العون لكم الصوت والصورة جملاء لكمال باقي فقرات برنامجنا العربي بيت للكل